ولأن تأهيل العنصر البشري محور كل البرامج والمشاريع التي أطلقتها المملكة في أقاليمنا الجنوبية يأتي إنشاء المعهد العالي للدراسات البحرية بالوطيع هي مؤسسة تسهر على تكوين دباط السفن ومراقبي الملاحة البحرية وتقني الصيد البحري تستقطب متدربين من باقي الجهات الجنوبية للمملكة كما سنتابع في روبرتاج حسن لحمدي ونبي المسعف طلبة من مختلف مناطق المغرب أغلبهم من جهة جرميم وادنون وجهة سوسماسا اختاروا الدراسة هنا طرق بداغوجية حديثة لتكوين جيل جديد من المهنيين المحترفين دوز يماني نقرأ الهيدروليك نقرأ الوتوماتيزم وستابيليتي المنتونس يقولنا هذا المعهد أننا نتكونه بالنسبة لضمان ديالنا ويزيد يطور من الكفاءة ديالنا بش أننا نقدره نعطيه بالنسبة لمجال خبرة علمية تمر عبر ثلاثة تخصصات وهي التخصص المهني البحري، التأهيل المهني وتقني ضباط السيد البحري المعهد يوفر عرضا تكوينيا يستجيب لمتطلبات سوق الشغل بجميع مجالاته يلجو هذا المعهد الطلبة الحاصلين على مستوى الباقالورية العلمية أو التقنية ومدة التكوين هي سنتين فالتطور الذي عرفه المجال التكنولوجي سهم في الرفع من القدرات العلمية والفكرية للطلبة قبل ركوب أمواج البحر وفرنا هذا العام واحد أتوليين ديالقاعة ديالموحكات الآلات البحرية حيث أن هذه القاعدة الأتولة البحرية تساعدنا باش نعطيه ديكمبيتانس لمؤهلة باش للطالب باش منها يخرج إن شاء الله باش ملقى الصعوبات في ولج الشغل يوفر معهد التكنولوجيا للصيد البحري تكوينات كذلك في الإنقاذ البحري بالنظر إلى الطفرة الكبيرة التي يعرفها ميناء طانطان المرتبطة بارتفاع عدد الأساطير البحرية التي تزور الميناء أو التي تنشط في أعالي البحر كلا وحما حشت في الأوطان حقا اشتركوا في قمط